نضويلي أسابع نضويلي أسابع نحن نعرف أكم هي المعاناة سواء كانت أثناء العملية أو ما بعد العملية من خلال حتى شكل الرقبة فاسمحونا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سهيل البكار اختصاصي جراحة الغدد الصماء وجراحة الغدد درقية بالمنظر أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الورد يعني دكتور بالبداية قبل ما نحكي عن الإنجاز منحب نعرف المشاهدين إنت إحنا نوصل لمرحلة ضرورة استقصال الغدد الدرقية وخصوصا لما نحكي يمكن في نسبة يعني متوسطة في الأردن يصابوا بالغدد الدرقية سواء كان إفرازها الزائد أو عدم إفراز بداية أود أن أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام التلفزيون الأردني بدعم ومواكبة كل ما هو حديث في مجال الطب وفي مجال الجراحة بداية قبل أن نتحدث عن الإنجاز الطبي الأردني أود أن أؤكد أن يدا واحدة لا تصفق وإني جزء أو أحد أعضاء فريق طبي متميز ومتكامل في مركز الغدد الصماء وجراحتها في مستشفى الأمير حمزة طبعا هذا المركز التخصصي تم إنشاؤه ترجمة لتضافر جهود معالي وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وعطوفة مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور ماز النغوي ونخبة حقيقة متميزة من اختصاصيه وجراحيه الغدد الصماء أخصه طبعا بالذكر الدكتور موفق الإحياري الدكتور عبد الكريم الخوالدة الدكتور جهاد حداد الدكتور أمجد جديفات والدكتور نضال يونس فهذا طبعا الإنجاز الطبي الأردني هو عمل فريق متكامل وأنا أحد أعضاء هذا الفريق وأنا بس بدي أن أسمح لدكتور حضرتك الآن أستاذ مساعد في كلية الطب نعم في الجامعة الهاشمية نعم وكذلك أتبع إلى المركز العربي وأقوم بعمل عملياتي هناك كذلك طبعا إنشاء مركز تخصصي العلاج الغدد الصماء هو مواكبة التوجه العالمي نحو التخصص الدقيق في الطب وفي الجراحة طبعا نحن نعرف أمراض الغدد الصماء قد تكون أمراض شائعة ولكن الحالات التي تحتاج إلى جراحة في مجال الغدد الصماء هي حالات أقل شيوعا من الحالات الطبية والمراضية الأخرى طبعا وبالتالي يجب أن يتولى علاج هذه الحالات من هو متمرس في علاجها وها هي الفكرة من إنشاء مركز تخصصي لأنه بالنهاية هذا بترجم لجميع مرضانا أنت محتاج الجراحة دكتور نعم طبعا لو ذكرنا الغدد الدرقية الغدد الدرقية أمراضها عادة تصيب النساء في متوسط الأمر أو النساء الصغيرات أكثر من الذكور طبعا الحالات الطبية التي تحتاج إلى جراحة طبعا متنوعة ممكن يكون منها التكتلات التي تظهر على الغدد الدرقية إما قد تكون هذه التكتلات حميدة أو ورمية والورمية قد تكون حميدة أو قد تكون خبيثة وطبعا هناك الحالات التي تتعلق بنشاط الغدد الدرقية إما زيادة إفراز وإما هبوط بالإفراز فنحن لا ندخل بكل هذه الحالات لأنه بدنا وقت كثير للحديث عنها نحن كثير بهمنا دكتور هذا الإنجاز وهذا البروسيجر الجديد لأنه كثير يختصر على المعضم نعم نعم عادة نحن الآن في عصر جراحة المنظار طبعا بالبداية تم استحداث جراحة المنظار وكان الهدف الرئيسي أو على رأس القائمة هي الناحية التجميلية تمام ولكن نعم نحن نشوف الصور نحن نشوف تفضل معك ولكن الآن بطل على رأس القائمة الهدف التجميلي نحن نستخدم المنظار حتى نقلل من التداخل الجراحي حتى نحد من التداخل الجراحي محدودية التداخل الجراحي يعني تشريح أقل الأعضاء يعني رؤية الأعضاء بشكل أفضل والمحافظة عليها تمام وهذا كله يترجم لمصلحة المريض ويقلل من فترة بقاءه في المستشفى يقلل من آلامه بعد العملية ويقلل من مخاطر إصابة الأعضاء الحيوية خصوصا في الرقبة نحن نعرف بالرقبة فيه العصب الراجع الذي يغذي الحبال الصوتية وهو المسؤول عن النطق وإصدار الصوت كات واحدة من مخاطر العملية تمام نعم والحفاظ على الغدى الجارات الدرقية التي تفرز كالسيوم الدم مرات أن الواحد يحتاج كالسيوم طول عمره بعد العملية أسوأ من أنه يحتاج عملية نعم فالآن الهدف من العمليات جراحة المنظار خصوصا في الرقبة للغدى الدرقية وغدى الجار الدرقية هي هدفها الرئيسي محدودية التداخل الجراحي المحافظة على الأعضاء الحيوية في الرقبة الوجع الأقل بعد العملية والرجوع المبكر إلى البيت وإلى العمل والاستغناء عن برابيش التي تخرج من الرقبة بعد العملية بالإضافة إلى الناحية التجميلية إحنا دكتور شفنا مثلا هذا المريض بعد إجراء العملية شوف أثارها كتير بسيطة وخاصة أنه تغلق العملية بالسمغ الجراحي الآن هذه المريضة الجرح هذا تقريبا ثلاث أسابيع بعد العملية يعني ما استكمل مرحلة الشفاء التام كيف يأخذ وقتا بينما يشفى تماما؟ تمام أي جرح جراحي أي جرح جراحي طبعا بده تقريبا منحكي من شهرين لست شهور أنه يدخل بمرحلة كويسة للشفاء طبعا هاي إن شاء الله بعد ست شهور ما بتشوفي قصا في جرح فهذا الإحمرار لأنه الآن في مرحلة الشفاء مش بس من الرعبة دكتور إنجازكم الطبي كمان ممكن استقصال الغدة من عن طريق الإبط أو عن طريق الفم طبعا هذا بنقلنا إلى النوع الآخر من عمليات المنظر التي الآن هدفها فقط في الدرجة الأولى تجميلي استقصال الغدة الدرقية بالمنظر عن طريق الرقبة هدفها إنه نحد التداخل زائد نعطي جانب تجميلي ولكن عندما نستاصل الغدة الدرقية أو الجارة الدرقية من مناطق بعيدة بنسميها زي الإبط أو عن طريق الفم فهنا الهدف تجميلي بالدرجة الأولى وإحنا واجبنا كاختصاصيين جراحة غدة الصماء إنه تكون مسلح بجميع العمليات التي تناسب جميع المرضى يعني أنتم مذيعات مثلا بهمك جدا الجانب التجميلي دائما أنتم تستطيع الهدف وبالتالي من الناس المناسبين الأعرض عليكم عملية استقصال الغدة لا سمح الله عن طريق الإبط أو عن طريق الفم حتى لا تظهر أي ندبة على جسمك تمام؟ وهذا بحسن جدا البودي إميج والبيشن ساتيسفاكشن الآن بالنسبة لعملية استقصال الغدة الدرقية عن طريق الإبط هي لا تناسب في معظم الأحيان الناس في مجتمعنا أو في وطننا العربي لأنه البودي حابتوس كبير وبالتالي المسافة بين الإبط والغدة الدرقية بعيدة وإحنا بنعاني وبنعاني وبالتالي العملية تفقد قيمتها لأنه يكون التداخل شديد بينما توصل الغدة الدرقية فتم استحداث آخر عملية لجراحة الغدة الدرقية والتي فقط يقوم بها 48 جراح على مستوى العالم فقط هذه هي الزقنية عن طريق الفم معظمهم في شرق آسيا وأمريكا في الوطن العربي ومنطقتنا ما فيه وفي أوروبا فقط فيه شخص واحد وأنا الحمد لله وبالتوفيق من الله واحد منها 48 واحد نقوم باستئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم وهذه هي خالية من الندوب كليا طبعا تمام وهي طبعا تحتاج إلى تمرس عالي وخبرة عالية في استئصال الغدة الدرقية بشكل عام ومن ثم في محارات جراحة المنظار كلها بتشيلها مجزء منها كاملة عن طريق الفم عن طريق الفم وحتى عن طريق الإبط وعن طريق الإبط بالمنظار بالمنظار جميل نعم هي طبعا يعني أنا بعرف أنه هذه العمليات حديثة جدا والناس ممكن يعني حتى زملائنا في الوسط الطبي لما تحكي له أنه عم بنشيل غدة درقية عن طريق الفم هذا إشي يعني بخالط الخيال زي ما بيحكوا بس هي واقع وهي وجدت حتى يعني نحن نعطي كل مريض ما يتناسب معه وما يتناسب مع حياته عن طريق الفم بيدها بنش كامل نعم بنش كامل نعم كم يبتاخد من الوقت العملية سواء عن الإبط أو عن طريق الفم تمام عن طريق الرقبة الوقت الجراحي يساوي الوقت الجراحي اللي بتاخده العملية العادية طبعا بوجود طبيب أو جراح متمرس حتى تصل إلى البروفيشنسي والخبرة في إجراء هذه العمليات عن طريق الرقبة تحتاج أنت إلى ثلاثين حالة على الأقل تمام وهذا عدد كبير جدا يعني وما بتلاقيه غير في المراكز المتخصصة اللي إلها لود عالي وبشتغلوا عدد كبير من المرضى لما نروح على الإبط حتى تتقن هذه العملية أنت تحتاج إلى خمس وخمسين إلى ستين مريض حتى تتقن هذه العملية لأنه كل الأبروش يختلف والمدخل يختلف طبعا طبعا والعملية العظمى هي استقصال الغد الدرقية عن طريق الفم والتي تحتاج إلى يعني عدد أكبر عدد أكبر وخبرة عالية جدا لأنه أنت بعيد عن الغد الدرقية الأكسس والمدخل هو محدود فبدك تعرف كيف تتصرف صعب لحد الآن كم عملية في الأردن يعني هل جربنا على ناس صار عملت حمليات الأردن عن طريق الرقبة بلشنا الآن في مستشفى الأمير حمزة وكذلك في المركز العربي استقصال الغد الدرقية عن طريق الفم لساتنا ما بلشنا بالأردن ولكن أنا قمت بعمليات في تايلند وإن شاء الله الآن لما يزيد الوعي الطبي ونقعد مع زملائنا الجراحين وكذلك اختصاصي الغدد الصماء والمرضى ويصير فيه إقبال عليها إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق سعيدين دائما بإنجازاتنا الأردنية الطبية خصوصا لما تكون على مستوى العالم وبهذا الشكل كل شكر لحضورك معنا بهذا الصباح يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا